اشتركوا في القناة بمفور الصحة والسعادة والعافية لمؤصلة قيادة مسيرة الزهار والتقدم المباركة لتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب الإمارات الشقيق من رفعة وتطور في ظل قيادة سموه الحكيمة كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنية مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة ضمنها سموه أطيب تهاني بمناسبة تعيين سمو الشيخ منصور بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائبا لصاحب السمو رئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد ألنهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد النائبين لحاكم إمارة أبو ظبي متمنين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لسموهم دوام التوفيق والسداد لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق